مرحبا مرحبا مكافي معكم فقرة جديدة من عالم التسوق أكيد موجودة معي خبيرة المظهر بنسا خوام لحتى نعرفكم على مجموعة جديدة من فساتين السهرة إذا أنتوا كنتوا عم تبرموا على فساتين السهرة تكون كتير مميزة بقدس كتير حلوة وقبل كل شي أسعار تنافسية ما شايفينا من قبل لحتى تعرفوا اليوم على مجموعتنا أنايا كولكشن أنايا كولكشن هو براند أو ماركة بلشيت في دوباي عام 2010 لقيت نجاح كتير كبير وكان إلى ظهور كتير بارز بالعديد من المجلات مثل جرازيا أوكي وأهلا والعديد من السيليبريتيز كمان هني لقوا كتير استحسان من قبل هيدا البراند ومن ضمن هيدول الفنانات الفنانة بالقيس اللي عم نشوفها هلأ قدامنا مرتدية الفستان اللي موجود معنا بالكولكشن اليوم بدي أخبركم أنه خلف هيدا المجموعة هي مصممة شاتوري اللي لقيت وحصلت على شهادة بالتصميم الأزياء من لوس أنجلس ولقيت نجاح كتير كبير لأنه اشتغلت بأول حياته المهنية بماركات عالمية من ضمن بي سي بي جي يجب أن يدعوها عندما يدعوها إلى مجموعة أو مجموعة ويجب أن يدعوها أن لا أحد أحد يأخذ مجموعة ونعرف كل الأشخاص الذين يتابعوننا على المجموعة الحلوى الموجودة معنا لأنتي قلت لي للألوان لفتت نظرك كثير مضبوط نبدأ بأول مجموعة التي معنا هنا وعنا هنا باللون الأسود واللون الأحمر الذي أنت لبستيون شو حلوين عليك خليني أقولها لكل المشاهدات رقم المنتج لأول إدرس موجود معنا واللي هو عالية اللي مثل ما ذكرت فانسا متوفر لألكم باللون الأحمر وكمان باللون الأسود من مقاسات سمول لإكس لارج خمس ست ستة خمس أربعة واحد أما بالنسبة للفستان الثاني اللي موجود معنا واللي هو رالية باللون الأزرق كمان متوفر لألكم بمقاسات سمول لإكس لارج رقم المنتج خمس ست ستة ثلاث أربعة واحد الفستان الأخضر اللي مرتديتو فانسا لياليا رقم المنتج خمس ست ستة ثنين أربعة واحد أما الفستان الأخير اللي موجود معنا واللي هو تالة باللون الأصفر رقم المنتج خمس ست ستة واحد أربعة واحد كل الفستين اللي عم نقدمها اليوم الكواليتي كتير عالية اللي قماش اللي حنشوفه هلا نحن وياكم سوا عن قريب لتشوفوا قديل فنيشينج كتير حلو والأسعار اللي عم تشوفوها قدامكم مقدمة لكم فقط من خلال عالم التسوء ممكن بانسا يشوفوا تصاميم البراند أناية بكتير من البوتيكس وخاصة بدوباي ولكن نحن اخترنا لكم مجموعة مثل ما ذكرت ببداية الحلقة بأسعار تنافسية خصيصا لكل مشاهدي عالم التسوء بانسا لحن بلشها بأول إدراس واللي هو أنا مرتديتو اللي كتير كتير اللي بقليك سارة بدي أقلك أنه أول شي هيدا الموديل أو هيدا الكات كتير يعني هو طيير أو إذا بدنا نقول انسامبل أو حتى يعني تعرفي بيلبق من فوق ومن تحت لأنه هو جاي قطعتين مزبوط هو جاي تنورة وجاي عنا هيدا التوب من فوق وبنفس القماش فمنسمي التأم إذا بديك هيدا الشي كتير 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 حلو ليش؟ لأنه فينا نرتدي على مناسبات كتير 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 يعني فيك تلبسي سارة فيك تروحي متل ما أنت هلا على عشاء كتير حلو وعلى عشاء كتير فخم فيك كمانة تروحي على عرس إذا ما عبليك تلبسي فسطان طويل وبدل ما تلبسي فسطان كوكتير درس قصير يعني إتا الوحدة تغير فيك تلبسي هيدا التأم كمانة على عرس فعنجد عنده يعني كتير مميزات حلوين بعدنا بدي أحكي عن القماش سارة هيدا القماش هو القماش الليس أكيد متل ما شايفين وهو قماش يعني كتير كتير كي بدأ إليك رومانتيك أو رومانتي عرفت حلو كتير وشفني نحنا كتير عند فالنتينو عند مايكل كورز وعند بربري استخدموه بهلأ تصاميمه من آخر شي وفكتير على المودة هو الليس وزي ما قلت بيعطي إطلالة كتير حلوة أكيد وخاصة منعرف نحنا الليس إذا كان موجود على شي هيك سيثروا على الجسم عدي بيعطي إطلالة كتير مميزة يعني شايفين عليك وأنا هنا شرح فاجيك يعني أول ما تحطي الست إيدا بقلب الليس ليك إدي بيطلع حلو وإديش بيطلع يعني ما بعرف أنا بشوف الليس دغري بفكر بالرومانسية أكيد وعن نشوف كمان الإطلالة الحلوة اللي موجودة عنا على المودل إذا مثل ما شفتم مشاهدينا بيجي لألكم هيدا لدرس من مألف من تنورة هيدا التنورة بتجي هي خسر عالي بتاعتي الشايب كمان كتير حلو لأ الجسم وبيجي مرفق مع هيدا التوب أكيد مع البلت لحتى يمكن نتحدد السيدة خسرة أكتر البطاني اللي موجودة معنا هي بطاني معمولة من الساتين باللون البيج أما كل القماشة اللي مستخدمينها اللي عم نشوفها هون هي قماشة من الليس الأسود مثل ما ذكرت فانسا فانسا اللي لفت لنظري بهيد القطعة إنه بحس ممكن السيدة تاخد التوب وترتديه على اي شي تاني مزبوط يعني ممكن ترتديه على اي بانتالون موجود عندك والسكورت يمكن تحطه على شميز أقل لحتى تصير للاستخدام اليومي هيدا الحلو سارة هو إنه وقته تاخد تأم مثلا فيك تلبسي هو مع بعضه متل ما هو يعني مصمم وفيك كمانة تعملي ميكس ان ماتش يعني تنسق شي مع شي تاني وهيدا الحلو إنه عنا قطعتين فينا نلبس التوب مع اي بانتالون أو غير تانورة وفينا نلبس التانورة مع اي قميس من فوق بدي احكي كسارة عن القط تبع التوب هو اسمه قط بي بلام هيدا القط البي بلام هو شي يعني هلأ قط كتير كتير عصرية كتير على الموضة عملوه من هديك السنة وعم بكمل معنا لأنه لقى عن جد نجاح كتير حلو على الجسم يعني شو بيعمل وشايفين عليك بيحدد الخسر بطريقة كتير حلوة بيزغر الخسر كتير كتير وبعدين بما إنه بيفتح من تحت متل ما شايفين عنديك عنا هولي هون الأكسترا من تحت بيفتح يعني كل منطقة البطن أو الوراك تتغطى بشكل كتير حلو وبيعت شكل يعني طلي للست كتير حلوة والحلو كمان يعني لكل الصبايا اللي عندهم مشكلة بمنطقة المعدة نصبوط يعني إذا عندكن هيدا المنطقة شوي ممتلقة إذا البستو هيدا التوب بسألوني أنا تختفي تماماً لكونها تكون خسر محدد وهيدا المنطقة بتختفي بالمرة حتى القصة اللي عم نشوفها هوني قدي كتير حلوة لحنفرجيهم هلأ وقت نشوف اللون الثاني ولهو الأحمر قدي لون كتير يعني أنا بلاقي إنه بيعطي هيكي بوص لأطلالة السيدة أكيد اللون الأحمر كلنا بنعرف قدي هو لون كتير هيكي جري وحلو بنفس الوقت يعني فامنن أكيد أونسوي إذا عم نشوف هوني اللون الأحمر اللي موجود معنا كمان لون كتير حلو ما ننسى أكيد البلت اللي مثل ما ذكرنا هو بيعطي تحديد للخسر وكمان عاملينه بالليس باللون الأحمر والبطاني من جوة متل ما عم بتشوفوا مشاهدينا البطاني من جوة هي ابطاني باللون الباج ومحتوط عليها الليس باللون الأحمر والقصة كمان نفس قصة الأسود تماما وعم نفرجيهم كمان هوني لسكيرت هايدي هي التنورة كمان التنورة كتير كتير حلوة فيها سيدة تلبسها على أي شميز لحتى تقدر تكون تستخدمها بخلال النهار وأكيد إذا بدأ تفوت على أي مطرح وما يضل حدا ما يتطلع فيها تلبسوا مع بعضا اللون الأحمر كتير حلو وعم نشوف كمان من جديد صورة للفنانة بالقيس اللي ارتدت نفس هايدي الفستان باللون الأحمر وعم نشوف اطلالتها بصور على المجال اللي قدي كانت اطلالتها كتير حلوة برجع بذكركم الرقم المنتج 566-54-1 لح اترك لكم الفرصة تتصلوا فينا على الأرقام اللي مبيني قدامكم على الشاشة ابقوا معنا بعد في فساتين تانية لحنتعرف عليها من الماركة أنايا كولكشن يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني اشتركوا في القناة مكافيين معكم فقراتنا اللي عم نعرفكم فيها على ماركة أنايا كولكشن بداية الحلقة تعرفنا على الفستان الأسود والأحمر وهلأ لحنتعرف على الفستان الثالث اللي موجود معنا واللي هو تالة باللون الأصفر أول شي بيلفتنا ننظرنا بانسا هي القصة الكتير حلوة وأكيد الفلاشي كالر أو اللون الأصفر الكتير قوي وحلو شو بتخبريني على هيدا التصميم؟ لأنه عم نشوف فيه قدس كتير مختلفة مضبوط هيدا التصميم أول شي بدي أحكي هو عن اللون طبعه اللون الأصفر يلي هو لون الموسم هو يعني من أكتر شي من الألوان اللي هلأ طبع الموسم عم نشوفه على كل التصميم اللون الأصفر أطلقوا عليه يعني خبراء الألوان بانتون اسم فريزيا وهو اللون الأصفر يعني وعم نشوفه كتير على تصميم غاليانو بروانزا سكولر جان باتيستا فالي ورال فلورين وكميان كتير غيرهم هيدا التصميم سارا تصميم كتير على الموضة بطرق كتير يعني مختلفة ليش؟ لأنه عندنا أول شي هي هيدا الكتل اللي هون اللي بتجي الحفرة اللي كتير حبا اللي بتجنن وكل ست يعني رح عن جد كتير تحبه هاي ونفس الوقت هيدا القماش اللي عندنا إياه هون اللي سي ثرو أو اللي منقشع يعني شفاف بيخلينا أنه نكون مرتحين انت ما يزيح أو يفتح الفستان أكتر من ما نحنا بدنا بعدين هيدا الفتحة هون اللي عندنا إياها هون سارا هيدا الفتحة مش معقول قديش هي هلأ على الموضة عم نشوفها بكتير تصاميم بيجي أصير من قدام وشوي أطول من ورا هلأ منبرمع ومنشوفها من ورا يعني ها من ورا بتجي أطول ومن قدام تجي أقصر وكما أنا بدي قليك عن التول اللي قماش هو التول هيدا اللي تحت بعقد يعني هيدا اللي قماش والتول كل ست بتحبه لأنه بتحس حالها كأنه هي كيف دي قليك برينسس أو يعني مش معقول كتير رومانتك وكتير حلو حركته وهنا عاملين من تحت على الزيف متل حاتين له متل شيء قاسي عرفته تاي لايك كيف بيصير لايضلوا عاتي شكل الحلو لايضلوا عاتي شكل ولاي يعطي متل هيدلي حلو كتير من تحت إذن اللي قماشي كمان اللي بنا نحكي عدنا هي هوني اللي قماشي باللون الأصفر هي معمولة من الستا وعننا كمان الليس هوني اللي ملفوفة على الجواني باللون الأصفر كنا بنعرف إنه الألوان الفاتحة سواء كان اللون الأصفر أو أي لون فاتح بيعطينا شوي هيك عرض مثل هيك هولي رح يحددوا الخصر هولي الليس أو إذا بديك الليس اللي حطينا على الجواني بما ذكرته رح يحددوا الخصر بطريقة كتير حلوة كتير صغيرة وحتى كمان إذا منشوف مع الكاميرا لو قد ما قربنا زوم بالعادي دايماً إذا بدنا نعمل نحن الستان ونحط فوقه الليس أو أي قماشي تاني دايماً منعطها لهم إنه يكون الفنيشينج مشكل هالأدوى لكن هوني الفنيشينج بعايد كتير نضيف لأنه كل بالضبط كتير نضيف والقصات وكل التقطيب اللي معمول هو معمول كمان بكل نظافة على هيدا الدراس ما ننسى كمان هوني البلت اللي موجود معنا اللي كمان هوي من الستان وكمان هوني عنا هيدا البكل المهضومة اللي محتوطة عليها اللوغو للماركة واللي هوي أنايا شفنا عدي الفنيشينج كتير حلو على الفستان وعم نشوف كمان الصبي اللي موجودة معنا بالستوديو قدي طالع علي الفستان كتير حلو بعايد وهيدا كمان مشاهدين الفستان من وراء بكل الفنيشينج الحلو تاعه أكيد مثل ما ذكرت فانسا التولي اللي موجود بالفستان قدر يعطي حركة كتير أنثوية رقم الفستان الأصفر هو 566141 برجع بقلكم التصاميم اللي انتو عم بتشوفوه وعم نشوفه عن قريب معكن على الكاميرا قدي هي تصاميم بجودة جدا عالية اللي ماشي كتير مرتبة حتى أنا وفانسا مرتدين الفستان اليوم كتير مريحين كتير يعني شو بدي إيلي أنا مبسوطة فيه كتير يعني بيعطونا أطلع لكتير حلوة وأهم من هيدا كله السعر اللي عم بتشوفوه قدامكن فقط لكل مشاهدي عالم التصار عنجد يعني حتى عنجد رح قليك صراحة أنا قديش بروح السوق قديش بساعد الزبوناتي يلاقوا فستان للأعراس أو لأي بتعفي الشي عندونية مناسبة ما فيك تلاقي فستان بهال يعني عصري هالأد وبهال مش معقولة بهالتفاصيل بسعر هالأد بسعر هيك أبدا وهلا لحنا تعرف على الفستان الثاني اللي موجود معنا واللي هو اللون الأخضر اللي لابستو فانسا كنا عم نعرف اللون الأخضر قدي لوني كتير حلو هيدا الفستان ليا ليا رقم المنتج 566241 فستان كتير مريح بعقل بيعطي شكل كتير حلو للسيدي عم نشوفو على فانسا وكمان لحنشوفو مع الصبية اللي موجودة معنا بالستوديو شو فيك تحكيني على القصة هيدا اللي كتير من الصبايا ما بيروحوا عليها بس لازم هلأ اليوم يلفط نظرهم قدي هيدا القصة كتير حلوة يعني سارة أول شي الطل تبع هيدا الفستان كتير حلوة وأنا لبستها يعني في أي حدا هلأ يشوف قديش حلوة وأنا أحبتها كتير يعني أنا كستايلست حبي هيدا القصة وهيدا الفستان كتير بيعطيني أول ما اتطلع فيه بيعطيني مثل كأنه شوي هيك جابانيز شوي انسبريشن لأنه الأبة طبعيتها جاية مقلوبة من هوني مثل ما شايفين عاطية مثل كأنه شوي جابانيز انسبايرد ومثل كأنه الكيمونو يعني عرفته بعدين عنا هوني على الخصر شو حبيتهم هولو لقيتهم كتير مهدومين بيجننوا يعني على الخصر هني هون محدد الخصر بطريقة كتير حلو متل ما شايفين انت هلأ المظبوط انه الفستان من تحت لك قدي عريض بس من هوني أنا محدد الخصر فبقى بيعطي شكل كتير حلو وطلة يعني كتير حلوة هيدا الأبة هوني لبينك بتعتر طول للرقبة سارة وطول يعني طلة طويلة لكل ست بترتدي هيدا الفستان اللون اكيد اللي كمان بدي احكي عنه مبسوطة انا انه عنا كتير ألوان مختلفة فينا نحكي عنه هو لون كمان كتير على المودة وكتير على هلأ يعني دارج اطلقوا كمان عليه بانتون خبراء الالوان اسم امرالد جرين على الجرين او اللون الاخضر مظبوط وعم نلاقي هيدا اللون بكل تصاميم فالنتينو ميوميو جوتشي جورجو ارماني وغيرهم كمانا فاذا نحن عم نجيب لكم الالوان والقصات اللي انتو عم بتشوفوها من الماركات العالمية على الرنويز عم بيكونوا لقلكم هلأ باسعار تنافسية عم نشوف اللون الاخضر هو هيدا اللقماشة معمولة من السطاة واكيد عنا هوني لمسة المصممة اللي تركت الليس مرتبط بالتصاميم كلها اللي عم نقدمها واذا بدنا نقول هو الستاري اللي موجود معنا عم نشوف هوني الليس كمان اذا بنقرب زوم عم نشوف الليس قدي الفنيشنك تاعه قدي حلو مع الدرز اللي موجودة على السطان بطريقة كتير حلوة والبلت متل ما ذكرت فانسا موجود معنا هو من السطان وكمان عنا هوني اللمعة الحلوة من البلت اكيد مع اللوغو انايا اذا بنا نفوت تفاصيل نحنا تحت التول عنا نفس اللقماشة اللي موجودة فوق اللي هي من السطان هي موجودة معنا وتركي لنا على جهة اليسار من الفستان تركي لنا هوني فتحة عم نشوفها طويلة يعني بتجي من عند الركبة ونازلي لتحت لتسهل حركة السيدي اثناء المشي مش ان هيك يعني انا ما عندي ولا مشكلة وعم بقدر يعني اتحرك بكل سهولة لانه في هيد الفتحة بما انه الفستان طويل لازم يكون في فتحة تنقدر نتحرك بسهولة وعننا هوني كمان هيدا التصميم كمان من وراء قدي كمان تصميم كتير كتير اميق وحلو ومرتب يعني نحنا دايما لما منشوف الفستين السهرة دايما منشوف الشكل ولكن مننسى اهمية اللي ماشي قدي تكون مرايحتنا اثناء ارتداء فنحنا عم نشوف التصميم اللي موجود معنا بطريقة كتير حلوة برجع بذكركم رقم المنتج للفستان الاخضر 566241 منجي للفستان الاخير اللي موجود معنا لون الازرق كلنا منعليف قدي لون الازرق كتير كتير حلو هيدا القطعة هي بتجي مثل عم نشوفها على الصبيل حتى يتحدد لالكن شكل القطعة اكتر ما انها تكون معلقة عنا القطعة اللي من فوق هي مثل بودي سوت يعني بترتديها السيدة من تحت بتظلة مجدودة على السيدة ما بتتحرك بالمرة وهي داي المادة اللي مستخدمينها او الماتيريال هي ليكرا يعني بتقدر السيدة ترتاح هي ومرتديتها وفلكسبل معها اذا بدا تتحرك وعنا هيدا التنورة اللي كمان بس بدي شيلها شوية من الهانجر لنحدد قصة المزبوطة كيف لهيدا التنورة هيدا التنورة اللي موجودة معنا عم نشوف هيدا هي القصة هيدا القصة تعيت التنورة ادي حلوين الديتيلز فانيسا لعلى الجوانب يعني هن هول اللي بيعملوا الماجيك هن اللي بيحولوا الجسم بطريقة كتير حلوة وهون بنشوف شطارة الديزاينر سارة لانه مش مين ما كان فيه يعمل قصة وخلص مش ان هيكي بتعرفي في عنا ديزاينرز اقوى من غيرهم لانه بيساعدوا انه نخفي او نلبس التنورة بطريقة وين بيكمشوا الجسم بطريقة احلى او بيخفوا اي شي نحنا بنحب انه نخفي حتى عم نشوف هوني على الصبية اللي موجودة معنا ادي قصة التنورة كتير حلوة يمكن نحنا هوني بيدنا ما عاطين حقه للتنورة بالقصة المميزة اللي فيها ولكن نحنا بدنا نفرجيكم حتى من ورا حنفرجيكم من ورا كيف هوني حتى الديتيلز الحلوين اللي عاملينهم بوسط التنورة للأسفل واكيد عم نشوفها عصبية بطريقة واضحة اكتر لقماشة اللي موجودة معنا هي قماشة الستان كتير مريحة بجودة جدا عالية متل ما معودين دايما من مجموعة انايا وكمان عم نشوف البوديسوت اللي كمان عم نشوف الليس داخل بهيدا التصميم مزبوط سارا هلا اول شي بدنا نقول انه اللون الازرق هو كمانا لون للموسم يعني هي استخدمت كل الوين الموسم بكل الكولكشن تبعيتها وهي دا يعني عن جد شي بيجنن اللون الازرق اطلقوا عليه اسم دازلينج بلو وهو يعني الازرق الرائع سارا يعني شو بدنا اكتر من هيك؟ يعني هو هيك رح فرجيك هي اللي بيتميز هيدا الديزاين هي البوديسوت متل ما حكيتي قبل ليه لانه البوديسوت بس تلبسها الست وبتلبس التنورة فوقها ما بيعود يتحرك ابدا التوب او القطعة الفقانية وما في شي يعني اسأل من وقتها تتحرك القطعة الفقانية ولازم نرجع نفوتها يعني صح فهيدا الشي كتير كتير حلو بعدين القطعة المنتحت هي التنورة جاي القصة تبعيتها بشكل بيعقد لانه اللي بيعمل هو انه بيحدد منطقة الخصر بشكل كتير حلو لانه من على الجنب يعني جاي اعلى من على النص وكلنا عنا بيعطينا هيدا المزبوط كلنا عنا هيك مشاكل على الخصر فبيعتي مثل يعني بيحدد الخصر بطريقة حلوة كتير وهون هول الهدلات اللي عنا ياهن بلت النورة من تحت رح كمانا يعطونا متل شكل كتير حلو على الوراك ومن ورا كمانا واكيد الساتان ما فيش شي احلى من هدلتو للساتان يعني سادة خلينا هلا نبرمون لحتى نفرجيه من ورا للدرس ادي كمان التصميم حلو وادي كل الفنيشينج تاع الليس مع البطاني اللي موجودة معنا كمان هي كتير حلوة ومرتبة برجع بذكركم انه هي استخدمة الليس هو فينا نقول سيجنيتشر لاله واكيد الاطلالة المميزة اللي نحنا عم نشوفها مع اكيد الصبايا اللي موجودين معنا رقم المنتج للفستانة الأزرع هو 566341 شفنا تصاميم مختلفة ما في اي فستانة بيشبه التاني الألوان كتير عصرية اكيد بشهدت خبيرة المظهر هذه الألوان كتير قريبة عكل شي نحنا عم نشوفه على الرنويز بتشكر وجودك معنا اليوم عكل التبس الحلوين اللي دايما بتعطينا ايه شوفيك مرتجة اكيد مشاهدينا مثل ما ذكرت لكم اليوم نحنا قدمنا لكم انايا كولكشن لبراند اللي لقى رجاح كتير كبير بدوباي نحنا قدمنا لكم اليوم لأول مرة بعالم التسوى فستين سهرة ولكن اكيد نحنا مكافيين معكم لحتى دايما ننخليكم على الموضة لهون بيكون خلص وقت فقرتي معكم بلاقيكم اكيد بفقرات جديدة ابقوا معنا لحتى تتابعوا بقية فقرات عالم التسوى اعجبكم المنتج اضغط على اضافة في السلة